دي بداية الانخفاضات ولا نهايتها؟ لا بداية بداية الانخفاضات طبعا لأنني ما زال عندي انخفاضات في أسعار الجملة بنسب كبيرة ما بين الانخفاضات اللي حنت نتكلم عليه دلوقتي في التجزئة وم بين الأسعار دلوقتي المفروض الجملة دي تتمكني تسمعلي خلال الأسابيع القادمة في التجزئة سستارك أولا كلاميات أخيرة؟ كلمة أخيرة مادرون؟ لا أنا أقولك لأ دي بداية فعلا النزول اللي جاي الأساس في قصة الأمح فالأمح في كل المواسم طلع يعني الأمح المصري الشهري ده الأمح الروسي والأوكراني شهري البعدي اللي بعديه الأمح الفرنسي بعد كده الأمح السرائي بعد كده الأمريكي فالشهور كل أجلها طلع حصاد أمح فالسعر هينزل فده بداية النزول سيد عبد الله احنا يعني برضو بطن من زملاء سواء في المخابز السياحية أو الحر أو الفرندية أو البلدية احنا مقدمين يعني المسألة مش حطينا أسعار وهنسكت لأ لجنة عليا يعني قوامها كبير هتبتدي تراجع الكلام ده شهريا عشان بس يعني نفسي أنا يعني الناس تحس بالكلام اللي احنا بنعمله دولار هي الناس برضو محتاجة تستعيد الثقة وناس كتيرا بتتاهم التجار بصراحة يعني ناس كتير بتتاهم التجار التجار بيخزنوا التجار جاشعين التجار ما بينزلوش الأسعار حتى لما الدولار بتاع السودة نزل تقول ايه يا سيدوك هناك البقال الصغير البضاء اللي عنده اشتراها بالسعر الأديم احنا بنراجع مع كل من يعلن أسعار الفاتورة الإلكترونية اللي شاري بيها السعر كان كان لان احنا حتى دينا نحط لحد الأقصى السعر بقى المستهلك وبالتالي لو لقينا ان هو ماشي مع السعر اللي اشترى بيه تعظيم سلام لو الرصيد اللي عنده خلص من الأديم وجاله رصيد جديد ومازال بيبيع بالسعر الأديم هذا يحسب يحسب ازاي بقى؟ جميع الجهات الرقابية حاليا بتبتدي بتتنزل وهنا انا بوجه بقى للمواطن انت النهاردة نمرة واحد اعلان السعر ده حقك نمرة اتنين من حقك تطلب ونشوف الفاتورة الإلكترونية اللي اشترى بيها وشوف السعر اللي هو بيبيع بيه مين هيطلب من البقاء للفاتورة الإلكترونية اللي اشترى بيه؟ من حق ان انا اطلبها انا بكتلم على حق المواطن انا بكتلم على حق ولو لقيت السعر اعلى من السعر المتداول في السوق من حق ان انا بلغ الجهات الرقابية واحنا توفقنا مع الجهات الرقابية على حاجة مهمة ان الزيارة الاولى لاي منفذ تكون ارشادية انت مش معلق السعر فاتورة الإلكترونية لحد الاخصى انت متجاوزه يجيلوا بعدها بيومين لا زي ما هو صدر البضاعة ده حقه